تفاقم الجفاف وشح المياه وارتفاع الحرارة يهدد دول شمال إفريقيا بخطر داهم، خاصة مع التغيرات المناخية الكبرى وانعكاسها على الناتج الزراعي والأمن الغذائي بالمنطقة. في تونس يشكل قطاع الزراعة أحد ركائز الاقتصاد في البلد، إلا أنه يواجه منذ عام 2011 تحديات كبيرة ألقت بظلالها سلباً على عملية الانتاج، إضافة إلى صعوبات أخرى يعانيها المزارعون بسبب ندرة المياه ونقص الأسمدة وقلة الدعم الحكومية. يضيف هذا المزارع أن نحو ثلاثة ملايين تونسي بما فيهم سكان العاصمة يعتمدون على خزان واحد يعرف باسم سيد سالم، وهي علامة تنظر بالسوء لمستقبل البلاد. العاشرة سنين الأخيرة، ثم تغيرت مناخية رهيبة، بحيث مقارنة بالسنوات الفارطة، المدة الأخيرة يأما يجينا فيضان، يأما فلا. تقعد خمس سنين، تبقى خمس سنين الجفاف من غير أمطار، من غير إرادات مائية، إلى أن يأتي الفيضان. قلة هطل الأمطار وتزايد عدد السكان بحلول عام 2050 مع محدودية المياه المتاحة للفارط، قد تضع البلاد في معادلة صعبة. ورغم ذلك، يرى أخرون أن قطاع الزراعة في تونس قد ينتعش في حال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة. الزراعة في تونس لها مستقبل، على الرغم من أننا سنحتاج إلى التحرك نحو محاصيل محددة للغاية، يمكننا التعامل مع نقص المياه والتغير المناخي. جيران تونس يواجهون تحديات مماثلة بما فيها الجزائر وليبيا والمغرب، على اعتبار أنه من بين أكثر ثلاثين دولة تعاني الإجهاد المائي عالمياً وفقاً لمعهد الموارد الدولية، ويحذر مختصون من أن هذا قد يؤدي إلى تغير ديمغرافي، من المرجح أن يخل بالتوازنات الاجتماعية والسياسية الهشة في المنطقة. ترجمة نانسي قنقر